لا جديد في المواقف الدولية حيال اليمن فالمخاوف هي نفسها حيال تدهور الوضع الإنساني الناجم عن الحرب لكن دون إجراءة فعالة لتخفيف معاناة اليمنيين انفضت أحدث جلزة علنية لمجلس الأمن والمخصصة لبحث الحالة في اليمن والشرق الأوسط إلى سقف عال جدا من التأييد للخطة الأممية للحل في اليمن ووعود بتحصينها ربما بقرار أممي آخر قد يرنور قريبا لم يخفي ولد الشيخ شعوره بخيبة الأمل حيال رف خارطته للسلام لكن المراقبين يرون أن التنازلات المؤلمة التي طالب بها ليست كافية لتحقيق السلام لأن خطة كهذه تنسف ابتداء كل أسس ومرجعية السلام وتستهدف السلطة الشرعية لليمن وتمنح القاتل فرصة ذهبية لاستثمار جرائمه والحصول على مكاسب سياسية بقوة السلاح كلمات أعضاء مجلس الأمن لم تخرج عن نقطتين أساسيتين هما دعوة الأطراف للوقف الفوري للأعمال العدائية واستيناف المشاورات على أساس خارطة الحل الجديدة المندوب البريطاني تعهد بمواصلة العمل على مشروع قرار يناشد كافة الأطراف العودة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى المفاوضات وتنفيذ المسائلة لمرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والسماح بالوصول غير المنقطع للمساعدات الإنسانية وشدد المندوب الصيني من جهته على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد للتوصل إلى الحل في اليمن ودعا إلى الانسحاب والتخلي عن الأسلحة واتخاذ تدابير فعالة لتخفيف المعاناة الإنسانية المندوب الفرنسي أكد موقف بلاده القوي إزاء الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وضد المملكة العربية السعودية قائلا إن على هذه الهجمات أن تتوقف وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يحدد مجلس الأمن بوضوح أي البلاد تقدم السلاح للحوثيين المندوبة الأمريكية اعتبرت أن وقف الأعمال العدائية تعني وقف كافة الأعمال العسكرية على الأرض وفي الجو وفي البحر ونددت بشدة بإطلاق الحوثيين وصالح صاروخا باتجاه مكة وجدة وأدانت بأشد العبارات الهجمات على الأراضي السعودية ورأتها محاولة لتحييد العملية السياسية وجددت التزام بلادها بأمن المملكة العربية السعودية المندوب المصري أكد أن بلاده تعتبر حكومة الرئيس عبد الرب بنصر هذه هي الحكومة الشرعية الوحيدة في اليمن ولا تعترف بأي تقيانات تريد أن تقتصب سلطات هذه الحكومة كما لا تقبل بأي تتهديدات للملاحة في البحر الأحمر وبالتعرض بأي شكل من الأشكال لأمن المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ البارستية على مراكزها المدنية والتعرض لأمن حدودها مناقشات ارتفعت فيها حدة المطالبة بإنهاء الحرب لكن مهمة كهذه دونها الكثير من التحديات